في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب على امتداد عشرات الهكتارات تنتشر آليات وآبار أكبر منجم لإنتاج الفضة في البلاد طاقته الإنتاجية لا تقل عن مائة طن سنويا جزء من مداخل الشركة يقول المسؤولون عنها إنها تخصص للمساهمة في دعم البنيات التحتية بالمنطقة مشاريع تنموية إننا نفتقل للماء المادة الحيوية في الحياة نعيش أوضاعا قاسية الشباب عاطل والشركة لا تشغل أبنائنا أيضا لا نتوفر على شبك للنقل لهذه الأسباب على قمة جبل الألبان حركة على درب 96 تقود اعتصاما مفتوحا منذ عام 2011 كرد فعل أولي أقبلت الحركة البئر الرئيسية للمياه في وجه الشركة المستغلة للمنجم بحجة النقص الحاد في الماء الشروب وتضرر الفلاحة بسبب استنزاف المياه الجوفية من طرف الشركة ناهيك عن الأمراض التي تفشت بين أهالي بلدة إيميدر جراء استخدام الشركة مواد سامة ملوثة ومساطنة حسب المحتجين طبعا اتهامات امتنع القائمون على الشركة الرد عليها معالجة الفضة كتم على أساس ينورلي هو واحد المادة خطيرة جدا اللي كتضرب المحيط ديالنا في ناحية ديال الفلاحة وناحية ديال الصحة العامة ديال المواطنين المعادن التخيلة تركزها بواحد شكل كبير المئات الأضعاف مقارنة بالمعايير اللي احتطتهم منظمة الصحة العالمية وهذه الدراسة هذه تمت في 2014 يعني وبسببها بنت بزف ديال الأمراض الأمراض الجلدية السرطان الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي مثل الربو حركة الاحتجاج هاته لم تصمد فقط لأجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل أيضا وفاء لمن استرخصوا حياتهم مقابل الجواب عن سؤال مفاده أين هي ثروة إيميدر نضارات أهالي إيمدير واعتصابهم مفتوح بجبل الألبان مستمر في الزمان والمكان كما يقولون وقد تطورته الأجيال لكي يدافع عن حقوقهم التي يرونها مشروعة وأول هذه الحقوق حقهم في الماء حقهم في الحياة عبد الحياة البقالي الحرة إيميدر